السلام عليكم خوتي أخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي الفيديو هذا خوتي هو أكثر فيديو مرعب شفتوا لمناورات جزائرية مناورات جزائرية مرعبة في الناحية العسكرية الثانية بوهران يعني في الجهة الغربية ترعب أعداء الجزائر لكن الجديد من هذا الخصوص يعني المناورات ايه نظلوا نشوفوها والجزائر قوية مفروق من هالأمر هذا الجديد بهذا الخصوص خطي هو أنه قدام الحدود الجزائرية الآن المروق تقصف مجددا سيارة مدنية موريطانية على الحدود مع الصحراء غضب موريطاني آخر وقوات بحثة الأمم المتحدة الآن تدخل بهذا الخصوص يعني هذا الخبر عاجل خاطئ أيضا راح نقارن ميزانية الدفاع لإفريقيا وأكبرهم بينش كون أكبرهم أيضا في الأخبار هناك حملة إعنامية مغربية شرسة ضد سفير المملكة المروقية بريطانية بعدما قام بدعم الصحراء الغربية أيضا خوتي الجزائر ما عندهش ستوب فجأة العلاقات بين الجزائر وسينيغال تتطور عليها في ميزكم خوتي وهذا مباشرة بعدما قامت السينيغال بطرد التوجد الفرنسي وطرد كل قواتها العسكرية فرنسا الآن صراحة يتخلوا عليها الدولة مرتل والأخرى كمشتو خوتي هذه أبلز عنوين أخبار اليوم إذا كفنا الوقت حشاركم معكم بعض الفيديوهات الأخرى مثل هذا اللي ربما أصلا نبدأ بيه لأن المروق الآن هي ديرا يدها مع يد الشيطان في عظم دير يدها مع يد الدول المجاورة لها ولت مصدر إزعاج ومصدر قلق لكامل الدول الإفريقية الآن يعني ولو قايع عسوا فيها الجزائر بكلي خرجت لها طاي طاي ليبيا مليكتين يكريت عس وتونس نفس الشيء وفرحوا أن الجزائر درت هذك اجتماع المغاربة للعمل اللي كانت تونس وليبيا جزء منه قبل أن نبدأ التفاصيل عن الموضوع أرجوكم أدعم أخوكم بالضغط على زي الإعجاب اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس الأمور هذه كلها حتى تعاملنا تصدق وحمل السينيال نعم أخوتي المروق مشي غير جزائر اللي عندها معها المشكلة كامل الدول العربية فمثلا أخوتي هذا الشخص ما هو حتى جزائري بس أشوف الشيء يهضر على المروق السلام عليكم رغم التهديدات ورغم التحذيرات من الفيديوهات التي ننشرها لإظهار حقيقة العالم القذر سنبقى ننشر رغم أنف الحاقدين اسمعوا أكثر الناس بتعرف بالعالم العربي والعالم كله بيعرف حتى المغاربة أنفسهم بيعرفوا أن النظام المغربي صناعة صهيونية أبقى النظام المغربي صناعة صهيونية أبقى عن جدا والتاريخ يشهد لهم أنهم صناعة يهودية صهيونية على التاريخ يشهد لهم أخوتي صرا زوج مرات في حرب أكتوبر المروق يعني استقبلت ولا استضافت رينيو شاركوا فيها قاع العرب وكانوا خطوا فيها كيفه يربحوا في حربهم ضد إسرائيل نجي الكلبة على المروق أنذاك وتجبد المعلومات قاع وتعطيهم الإسرائيل وبالتالي إسرائيل أصبح عندها خطة وعلى بالها بكل تحركات العرب أنذاك كانت سببا في خسارة بعض المعارك في ذلك الحرب أيضا الآن ولا نشوفوا كيفية طبعت مع كهين صهيوني في الوقت سلي فلسطين تحتاج فيه إلى العرب أكثر يعني صراحة الآن العالم كله ره ملتف وضد فلسطين قليل اللي ره يدعم فيها رغم أن الأمور مؤخرا بدأت تتغير يعني بدين نشوفوا المزيد من الدول الأوروبية بدت تعلين دعمها لفلسطين ولكن شاركنا معاكم الفيديو السابق اللي قالت فيه أمريكا بأنه إسرائيل تقدر تدير وش تحب وما تتعاقبش ومحكمة العدد الدولي يازم تتعاقب لأنها جرأت وطالبت بإصدار مذكرات اعتقال المهم خاطئ خلينا من هذا نرجع لهذا الموضوع شوفوا يعني هذا العربي العناويل اللي رأي شاركها المروق تهجير 2500 فتاة مغربية لممارسة الدعارة في الخليج زيد جديدة القدس جمعيات إسلامية تدق ناقوس الخطر حول دعارة المغربيات في إسرائيل ووهو أي في إسرائيل ثاني قاع زيد عندك جديدة تايمز اشتغال بعض المغربيات مع جهاز الموساد الإسرائيلي نتيجة طبيعية للشروط الموضوعية التي يعيشها الشباب المغربي يعني الآن العاهرات اللي مجايبين منهم مثل مك ومعرفين مني يا خوتي رمي خدموا إلى صالح الموساد يعني استخبارات الإسرائيلية زيد تقارير سرية تكشف الوجه الآخر لملف الدعارة المغربية في الدول العربية كثير من الصحف تتحدث على هذا الأمر بخصوص المغرب خلينا ندين مقارنة لأكبر ميزانيات الدفاع في إفريقيا يعني أكبر ثمانية ميزانيات دفاعية إفريقية عام 2024 الجزائر وبدون مفاجأة احتلت المركز الأول بـ 21.6 مليار دولار لكن اللي في المركز الثاني شكوة أخوتي الماروك أو كما تسميها قناة المعرفة المغرب الأقصى بـ 5.1 مليار دولار صراحة رقم كبير رغم أنه ربع الجزائر لأنه رقم كبير مقارنة بالاقتصاد التحهم ثم تجي نيجيريا ثم مصر اللي تعد أقوى دولة عربية لأنه الميزانية على الدفاع التحها يعني تولي عشر الجزائر ثلاثة فاصلت نينبارك ثم جنوب إفريقيا ثم أنغورا إثيوبيا وفي المركز الثامن تونس بخصوص الترتيبات الجزائر تحتل المركز الأول كأكثر خمس بنوك مركزية حيازة لإحتياط الذهب الجزائر عندها ذهب أكثر حتى من ليبيا ب174 طن في إفريقيا جيم وراها ليبيا ب147 طن ثم مصر 126 طن ثم جنوب إفريقيا ب125 طن ثم المروك ب22.1 طن الآن بخصوص المروك نحكين عليها بزيف خوتي دارت كارثة أخرى الكارثة اللولة هي أنها قصفت مركبة خاصة لمواطنين موريطانيين كتلت فيها ثلاثة وبسبب هذا الأمر موريطانيا فرضت الكثير من العقوبات على المروك منها رفع الضرائب وتكلفت يعني الضرائب تعلجمارك رفعتها بـ 170% المروك كانت تتخلص لكل شاحن 1500 دولار ولا تتخلص 4600 دولار للشاحنة الواحدة بسبب هذا الأمر أسعار الخضر وفواكه ارتفعت بشكل لا يصدق في المروك لأن الموريطانيا كتلت تفرض لها الضرائب الآن المروك غلطت ديرت كارثة واحدة أخرى كانت تظن أنها ليتقصف يعني الصحراويين إلى أنها قصفت شاحنة خاصة بالموريطانيين كما راكم تشوفوا في هذا الصور من كتلت نزوميوها خاطي لعباكم لأن اليوتي بتزعف كان لك طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال المغربي تستهدف سيارة مدنية موريطانية على الحدود مع السحر الغربية يعني صراحة موريطانيا الآن راه مباصية راه مباصية لأنه جارتها مروك وراه فرحانة لأنه جارتها الجزائر بسبب مشروع الطريق الليدرت الجزائر في موريطانيا والتطور الاقتصادي لحيسر يعني شوفوا خابتي الجار الجيد تطور لك الاقتصاد والجار السيء الخامج اللي طبع يجب لغير المشاكل والامراض والقصف النيران الآن قوات بحثة الأمم المتحدة وثقت الجريمة كما راكم تشوفوا هنا مشد تصاور التي تضاف لسلسيرة الجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش المغربي ضد المدنيين العزل وضد حتى مشغل السحراويين وإنما الموريطانيين بسبب هذا الأمر المرأة كان مزعفين من بريطانيا ومن السفير البريطاني ونشر حملة إعلامية كبيرة جدا هذا عليها لأنه سفير بريطانيا أعلن من داخل مجلس العموم البريطاني في جلسة سرية بأن النزاح في الصحراء الغربية قضية تصفيد استعمار في أولاق الأمم المتحدة يعني ما هوش حق للمرأة وإنما را حابة تستولي على أرض ما يشحقها وأيضا عارض أي استثمار بريطاني في الأراضي الصحراوية المحتلة لأنه قالهم بللي هذيك أصلا ما يشتعى المرأة ما نقدرش ندل فيها الاستثمارات غدوة غدوة يتهم بريطانيا بأنها ساعدت في احتلال المرأة للصحراء هذا الأمر أغضب المرأة كثيرا الآن بخصوص المرأة عندها جارة من أقوى الجيوش في إفريقيا وهي الجزائر جزائر هاوتي نشرت مؤخرا في فيديو لمناورات في 6 دقائق ونص ويعني هذه 6 دقائق ونص رأي فيها اختصارة لمناورات ليلية أشرف عليها رئيس أركان جيش الوطن الشعبي شنغريحة في وهران شوفوا الفيديو حاوتي شوفوا الفيديو حاوتي اشتركوا في القناة الفيديو في 6 دقائق تقدروا تلقائوه الآن في تويتر ولا حتى في اليوتيوب في قناة البلاد الآن المناورات هذه لم تكن ليلية فقط والتحذير التحكين من النهار وشوفوا ذلك الخط هاتي تاع الهجوم الجوي اللي راح مشرف على الشنغريحة يعني لا ينتهي وهذا الصور لريد يعني توريكم كيفية اشرف رئيس الركان الجيش الوطني الشنغريحة على التمرين التاكتيكي ثم اشتركوا بخوتي في هذا الموضوع في الفيديو الآخر حبيت تحدث على موضوع مثير للاهتمام اعباكم مجدرة السنغال لفرنسا مؤخرة يعني السنغال اظن هي من اكبر ولت من اكبر الدول الديمقراطية الآن الرئيس تحم خيره كامل الشعب ونهار لي يعني نصبه رئيس فرحوا به القاع والرئيس الجديد لهم بخوتي هو هذا لكم نشوفه معنا في السورة واسمه باصيرو ديماوي الآن هذا الرئيس كانت سجنته فرنسا وفور خروجه يعني دار والشعب انتخبوا في الرئاسيات ودار تغييرات كبيرة اولا طرد الجنود الفرنسيين من بلده وقام باستغيير اللغة الفرنسية الى اللغة العربية هذا الامر لم يعجب فرنسا يعني فرنسا حاولت العديد من المرات الرجوع والانقلاب عليه الى انها فشلت هذا الامر افرح الجزائر كثيرا يعني الجزائر تفرح كتشوفه الدول الافريقية الان بدت تنفض الغبار على روحها وبدت تتخلى على الاستعمارة وبدت الان تولي دولها الان يمكن للجزائر ندي اتفاقيات مع السينيغال وعلى بلها بني مكاش اطراف ثلثة هي فرنسا مخبية في الزاوية وكما راكم نشوفو هنا وزير خارجي الجزائر احمد عطاف راح بنفسه وحل بذاكار بسفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون حاملا لرسالة خطية للرئيس السينيغالي خوتي زيارة مثل هذه عندها معنى كبير فمثلا شحاتكم مشتوش الرئيس تبون راح لفرنسا ولا حد توزير خارجي احمد عطاف راح لفرنسا والجزائر الان فهمت خوتي بللي من اقوى الشركة اللي تقدر بديرهم هم الشركة الافريقيين على هذيك راي تستثمر في طريق الصحراء في الطريق بينها وبين موريطانيا في الاتحاد المغالبي للعمل وكثير من احياء الاقتصاد في موريطانيا انه على بلها بلي اكبر ربح راح يكون في هذه المنطقة خصوصا بعد تخلصها من التدخلات الاجنبية في الهقير خابتوا يحبين تشارك معكم هذا الفيديو الطريفة للطيف الجزائري بصعرها فيهم ليح شاصاري مانوشح كبيرة لها ماذا هذه الجزائر الله يبرك هذه الجزائر بسم الله ما شاء الله وهادو ما وشنو وشنو هذو في رايك منقص كعالززائر ها 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 السموش قلها سموش كون هذو اشنو منقص كعالززائر كدش منقص ماما صغار ما كدير لتنتحك ودنيا هذو تحقه في الماء كيفا ما كدير لتنتحك ودنيا لمنقصتها في الماء عب اكتول ماذا لو كانتزير تحق ودنيا فكا هي غاية تم شاركوا مخوتي في هذا الموضوع وفي الفيديو والتراني شاركناها معكم في هذا الفيديو خبروناكم في التعليقات نشكركم مخوتي على المشاهدة وسنلتقي إن شاء الله مع المزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر